اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ولكن بعد جولة في اهم العنوي في البصائر مقتلوا اربعة متظاهرين بانفجار مفخخة في ساحة التحرير في العرب الجديد العراق حراك سياسي لقانون انتخابي جديد وتعديلات دستورية في القدس العربي الجمعية العامة للامم المتحدة تصوت لمصلحة تمديد ولاية اونروا واعتراض امريكي في عربي واحد وعشرين شهر على الاحتجاجات في لبنان ورفض شعبي لترشيح الصفض في الهيئانت ثلاثة قتلى وسبعون جريحا في ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في بغداد في العرب اللندنية القمع والاغتيالات منهج ايران ثابت تجاه الاقليات وفي المدى القضاء بعد ضغط التظاهرات اصدرنا ثلاثمائة وسبعة وسبعين قرارا بحق مسؤولين كبار وثلاثة وثمانين امرقب اهلا بكم والبداية بهذا المقال المنشور في القدس العربي وفي مستهله جاء تسارع وقع الثورات العربية منذ نهاية العام السابق التي اصبحت ازدواجية فالسودان ثارت مع الجزائر والآن العراق مع لبنان ولا شك ان المدى يزيد انتشارا وتسارعا مقال للكاتب نزار بدران هتفات اللبنانيين على انغام موسيقى الثورة السورية او هتفات العراقيين وهم معظمهم شيعة ضد الهيمنة الايرانية ورفض كلا الشعبين للطائفية التي تشكل بكليهما شكل وبنية النظام يظهر السعي الى بناء لبنان وعراق المواطنة بدل المحاصصة وهو ما سيعطي الديمقراطية بعدها الحقيقي فلا يمكن بناء ديمقراطية بغطاء طائفي فنحن بهكذا نظام لا ننتخب من هو الافضل او الاكثر كفاءة وانما من يمثل الطائفة لدى السلطة هو بذلك يؤكد على الزبائنية الاقتصادية والسياسية ولا يؤسس لاي مفهوم للمواطنة الجامعة اما اعتبار النظام السياسي العراقي او اللبناني ضمن عائلة الانظمة الديمقراطية فهو تجنن على تلك الاخيرة وتحريف معانيها العميقة النبيلة هذه الانظمة التحاصصية هي منبع الفساد وابعد ما يكون عن مفهوم المواطنة والمصلحة العامة المشتركة ولهذا يحق اذا لكل الشعبين ان يثورا على هكذا وضع وان يعملا عن طريق رفع شعار القضاء على المحاصصة الطائفية الى بناء دول حديثة كما يستحق العراقيون واللبنانيون الرد الاتي من كلتا السلطتين في العراق ولبنان مترابط جدا ففي هاتين الدولتين نجد السلطة هي بحقيقتها امتداد لنظام ايران الديني والساعي لأهداف خاصة به ليس لها ادنى علاقة بخصوصيات هاتين الدولتين العربيتين الحراك الربيعي العربي والذي بدأ عام 2011 هو الحدث الاهم منذ بداية القرن ولن تتمكن سياسات قوى التخلف والاستبدادة الاقليمية والعالمية لن تتمكن من ايقاف زحفه العارم فالحدث هو من فعل ملايين الملايين ورد فعل الانظمة هو رد قلة قليلة مستبدة الى مقال في العربي الجديد وجاء فيه لا يزال الحراك الاحتجاجي الشعبي يملك زخما جماهيريا في العراق ولبنان حيث يواصل الشباب العراقيون تدفق الى الشوارع والساحات على الرغم من ان صدورهم اضحت مرمن لرصاص القوات العراقية الامنية وتعرضهم لعمليات خطف وقتل من ميليشيات موالية لنظام الملالي الايراني واصبح الغاز المسيل لدموع وسيلة تنفسهم في خضم تحديهم لاسرار نظام المحاصصة الطائفية عن ثورتين لبنان والعراق كتب عمر كوش في صحيفة العربي الجديد ويبدو ان نظام المحاصصة الطائفية في كل من العراق ولبنان لا يزال يراهن على افراغ الشوارع والساحات في كلا البلدين مستندا الى تكتيك قديم يعتمد على القمع والترهيب الذي يمارسه ضد النشطاء من المحتجين المراهنة على تعب المحتجين ومللهم وشعورهم بعدم الجدوى وخيبة الامل من استمرار الاحتشاد تقديم تنازلات شكلانية الى جانب وعود بمحاربة الفساد والاصلاح عبر تشكيل لجان واهية ولذلك يتجسد التحدي الذي يواجه الحراكة الاحتجاجية الثورية في العراق ولبنان في قدرته على اجتراح ممكنات لتطوير فعالياته واتخاذ خطوات ضاغطة وتصعيدية يمكنها التحول الى تجسيد مادي على الارض في مواجهة المراهنة السلطوية على افراغ الساحات والشوارع وبالتالي يميل نشطاء الحراك الى تنظيم جهودهم وفعالياتهم عبر نوع جديد من شكل تمثيلي او جسم تنظيمي ليس بالضرورة على شاكلة الكيانات والاحزاب السياسية السائدة بل شكل او كيان يمكنه تحويل الحراك الاحتجاجي من اجماع وطني عابر للانتماءات والولاءات الضيقة الى قوة منظمة صلبة يضيف الكاتب ولعلى استمرار الحركين الثوريين العراقي واللبناني بقوة وعزم ليالينان لعل هذا ما يبعث على الارتياح لكن هذا لا يلغي السعي الى ايجاد اطار سياسي ومدني موحد يجمع الحراك على اهداف محددة ويضع خريطة تغيير ديمقراطي واضحة ويضع ايضا رؤية واضحة المعالم من اجل تحقيق تلك الاهداف الى مقال منشور في الحرة وجاء فيه العلة الهم في الانتفاضة العراقية تتعلق بالموقف من الجماعات والميليشيات والقوى العسكرية في البلاد التي هي اس مشكلة البلاد العلة الاهم في الانتفاضة العراقية تتعلق ايضا بالموقف من الجماعات والميليشيات والقوى العسكرية نتابع هذا المقال للكاتب رسطن محمود منشور في موقع الحرة تستميت غالبية النخب الثقافية والمدنية العراقية في سبيل خلق الكثير من التماهي بين انتفاضة العراق الراهنة ونظراتها التي في باقي دول المنطقة كتلك التي حدثت مؤخرا في كل من لبنان والسودان والجزائر وفي عموم فضاء الربيع العربي من قبل منذ عقد وحتى الآن تخلط هذه النخب بين تطلعاتها وتصوراتها لما يجري في البلاد وبين الطبائع البارزة والسمات العامة والديناميكيات الداخلية للحراك العراقي فالحراك العراقي ملك نفسه ولا سلطان أو وصايا لأحد عليه ولا تستطيع أي نزعة تبشرية أن تجيره لصالحها دون شك ثمت الكثير من ملامح التشابه بين انتفاضة العراقيين ونظيرتها الأخرى في باقي الدول كالسلمية والتجمهر العام وشغل الساحات العامة ومحاولة تعطيل دوائر الدولة انتفاضة العراقيين مناهضة تماما لنخب الحكم العراقية بقادتها ورموزها وأحزابها السياسية وما يستطيل وينفرز منها من مؤسسات أو أجهزة بيروقراطية المتهمة من قبلها بشدة الفساد والاغتراب عن المجتمعات العراقية يضيف الكاتب أن خيال الانتفاضة العراقية لا يتجاوز حدود التصدي وتحطيم المادي لنخبة حكم السلطة العراقية دون أي مس ولو على مستوى الكلام للنبع الحقيقي الذي تدفقت منه هذه النخب وطبائعها الفاسدة وقدرتها على التملص من أي عقاب أي مركزية الدولة العراقية ونزعاتها العسكرية التي ما تزال الانتفاضة العراقية صامتة وكتومة بخصوصها جاء في الانتبندنت العربية المنتخب يتضامن مع المحتجين بارتداء الكمامات وأنباؤه عن تدخل عبد المهدي لمنع اللاعبين من وضع إشارة الحداد كان نصراً سياسياً بامتياز من وجهة نظر الجمهور المحلي على الأقل ذلك الذي حققه المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الإيراني تقرير لصحيفة الانتبندنت العربية لعل أحد أسباب الاعتبارات السياسية التي طغت على اللقاء هو نقل مكان المباراة من مدينة البصرة إلى العاصمة الأردنية عمان بسبب الوضع الأمني المتأزم في العراق على خلفية التظاهرات ما ضيع على المنتخب العراقي فرصة اللعب على أرضه ووسط جمهوره وقبل انطلاق المباراة بقليل سرباء الاتحاد العراقي لكرة القدم نبأ موافقة الاتحاد الدولي على ارتداء لاعبي المنتخب العراقي شارات سوداء خلال اللقاء لكن المفاجأة جاءت عند بدء المباراة اذ ظهر اللاعبون في الملعب بلا شارات بعد حين ذكرت مصادر في بغداد أن عبد المهدي طلب من مسعود تجاهل كل المطالب التي تمثل دعماً للاحتجاجات واكتست المباراة أهمية قصوى لتزامنها مع حراك شعبي غير مسبوك يستهدف بشكل علني إسقاط النظام السياسي المدعوم من إيران إذ تحفزت الجماهير العراقية باكراً ونشر مدونون عشرات التغريدات التي تضع هذا اللقاء الرياضي في سياق سياسي كانت ساحة التحرير وسط بغداد تحتضن كرنفالاً جماهرياً كبيراً لمتابعة المباراة جاء في تقرير الاند بندنت العربية أيضاً أن المحتجين في الساحة احتفلوا بهدفين منتخذ بلادهم عبر متفات سياسية ضد نفوذ الإيراني بينما امتلأت شوارع العاصمة بغداد بالمواطنين الذين خرجوا للمشاركة في الفرحة العامة في حين أطلق آخرون عيارات نارية بكثافة وهي عادة عراقية ملازمة للمناسبات الشابية الآن إلى العرب اللندنية وجاء فيها لا يزال المتظاهرون يرفضون حتى الآن مقترحات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والدستورية ويدعون القيادة السياسية برماتها إلى الاستقالة بما في ذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كما يدعون إلى إنهاء النفوذ الإيراني في شؤون البلد تقرير لصحيفة العرب اللندنية حول استمرار ثورة تشرين في العراق أعلنت وزارة الدفاع العراقية الجمعة أن هناك طرفاً ثالثاً من العصابات تستخدم رمانات قنابل الدخان لقتل المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات التظاهر ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لوزارة الدفاع أن ما يقصده وزير الدفاع نجاح الشمري مما وصفهم في تصريح الله بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً وأضاف أن هذه العصابات تستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين وكذلك ضد القوات الأمنية ويصمم المحتجون العراقيون على مواصلة التظاهر بالرغم من العنف الذي سجل على مدى الأسابيع الماضية والذي أدى إلى سقوط أكثر من ثلاثمائة قتيل فبأقنعتهم وخوذهم وملابسهم الملطخة بالدماء والغبار يسيطر الشبان على الحواجز المنصوبة في العاصمة العراقية بغداد وهم يهتفون بسقوط الحكومة وقال محمد وهو محتج شاب اكتفى بتقديم اسمه الأول فقط نحن هنا للمطالبة بالعدالة أريد العدالة لشقيقي الذي قتل على هذا الجسر وأريد العدالة لصديقي الذي قتل هنا على هذا الجسر هيمنى على المظاهرات شبان من جيل يرزح تحت وطأة البطالة المتفشية والنخبة السياسية الموصومة بالفساد وأعوام من الصراع المسلح ورغم الثروة النفطية العراقية يعيش كثيرون في فقر مدقع ولا يحصلون على ما يكفيه من المياه النظيفة ولا الكهرباء ولا الرعاية الصحية ولا التعليم أيضا الآن إلى مقال من صحيفة توك توك وهي الصحيفة التي ولدت من رحم ساحة التحرير وجاء فيها وهي الصحيفة التي تصدر من ساحة التحرير كما قلنا لحضراتكم جاء فيها أن الاعتقالات والاستهداف الذي يطال الناشطين يأتي بتوجيه من رئيس البرلمان محمد الحلووسي حيث تمنع حكومة الأنبار السكان من التضامن مع المتظاهرين في ساحة الاعتصام المزيد من التفاصيل أجرى توك توك اتصالات في غالبية القيادة الحكومية والأمنية في الأنبار لكن مصدرا حكوميا أبلغ توك توك بأن الأوامر صدرت من رئيس مجلس النواب محمد الحلووسي بضرورة الحفاظ على وضع الأنبار بأي طريقة والمحافظ اجتمع مع قيادة الشرطة وشيوخ العشائر ووضع خطة لتكون الأنبار مستقرة وليس فيها نشاط احتجاجي لأنها الأقرب إلى بغداد وتعد طريقا طارئة لأقرب مدرج للطيران أو الحدود الأردنية وبيّن أن محافظ الأنبار وقيادة الشرطة اتفقى على منع أي دعوة للتظاهرات وأن بعض العناصر في الجهات الأمنية وبعدما حصلوا على تخويل باعتقال الموالين للاحتجاجات وعدم ممانعة الحكومة لأي طريقة للتعامل مع المعتقلين إذ جرى تعذيب الناشطين وحلاقة شعرهم وأن القائمة ستشمل ناشطين آخرين ممن كتبوا وساندوا الانتفاضة أو من هم تحت المراقبة في الأنبار جاء في صحيفة توك توك أيضا أظهرت صور صادمة جرات دولها لنشاط في محافظة الأنبار غير غرب البلاد أظهرتهم وهم معذبون وحلقت رؤوسهم بمستوى الصفر وذلك لأنهم تضامنوا مع ساحات الاعتصام في العراق الآن إلى هذا الخبر تعد العاصير من الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا وقد حذرت دراسة جديدة صادرة عن معهد نيلزبور في جامعة كوبينهاجين حذرت من أن العاصير تزداد شدة عما كانت عليه من قبل مما ينظر بقوة تدميرية هائلة مقارنة بما سبقها من أعاصير وطور باحثون من جامعة كوبينهاجين طريقة لمعايرة الأضرار الطبيعية الناجمة عن الأعاصير حيث يتم تقييم الضرار من خلال تقدير مساحة مكافئة للدمار الشامل الذي يتسبب به الأعصار وتمتاز هذه الطريقة عن غيرها من الطرق التقليدية بأنها تعتمد على العوامل المناخية بما في ذلك الضغط الجوي وسرعات الرياح مما يسمح للباحثين بتقييم تأثير المناخ على التغييرات التي تطرأ وتظهر على سيناريو الأعاصير نتائج الدراسة بشكل لا لبس فيه لها دور كبير بحسب من يقفون وراء هذا الموضوع وهذا المشروع يقولون إن لها دورا كبيرا للاحتباس الحراري في ازدياد وتيرة العاصير المدمرة التي تثير الخراب بشكل روتيني على الصاحل الجنوبي والشرقي لأمريكا الشمالية ويصل الباحثون بأهمية إدراج العوامل المناخية وذلك لإجراء تقييمات أفضل للمخاطر الناتجة عن مثل هكذا عصير إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية صدى الأقلام طاب نهاركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر